بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقع كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا غافين شميدت أن يكون شهر يوليو تموز الجاري هو الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في الأرض واعتبر شميدت في لقاء نظمته ناسا مع الصحفيين أنه على الرغم من اختلاف نتائج المراصد قليلا إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالة الأمريكية وقال شميدت إن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة إذ تحطم موجات الحر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا والصين الأرقام القياسية ولا يمكن أن تعزى هذه التأثيرات إلى ظاهرة النينو فقط واعتبر شميدت أنه على الرغم من الدور الصغير الذي تؤديه ظاهرة النينو فإنما نراه هو سخونة شاملة في كل مكان لا سيامة في المحيطات حيث سجلت منذ عدة أشهر درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الأستوائية ورجح استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب تواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفينة في الغلاف الجوي مشيرا إلى أنه في عام 2024 سيكون الأكثر سخونة إذ ستصل ظاهرة النينو التي تتنامى الآن إلى ذروتها في نهاية هذا العام وشهد هذا الشهر تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الصناعية وتأتي تحذيرات شميدت بينما يستمر الحر الشديد في الهيمنة على إجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جدا بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة وفي السياق دعا رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسو تاكيس الخامس الماضي إلى أكبر قدر من الحذر في مواجهة موجة حر شديدة تضرب بلده حيث يتوقع تسجيل درجات حرارة تراوح ما بين 44 و45 درجة ماءوية نهاية هذا الأسبوع وأضاف نواجه موجة حر شديدة جدا وتزداد اجتدازا محملة بالرياح التي سابق أن أشعلت عدة حرائق عنيفة حول العاصمة أثناء منذ الاثنين الماضي وقال مدير البحوث في معهد البحوث البيئية والتنمية المستدامة في مرصد أثناء الوطني إن المقلق أن التوقعات تشير إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل حيث ستمتد موجة الحر لأكثر من 15 يوما وهي أطول موجة حر مسجلة على الإطلاق في اليونان بحسب فرانس بريس ويواصل مئات عناصر الإطفاء مكافحة حرائق لا تزال نشطة غرب أثناء بعدما قضت على ألاف الهكتارات وتجددت الحرائق بعد ظهر الخميس في منطقة شمال غرب أثناء حيث أخلت السلطات أربع قراء وحذر الناطق باسم فرق الإطفاء الخميس بأن الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا وفق ما نقلته عنه فرانس بريس وفي تونس واصلت فرق الإطفاء في منطقة مولولا شمال غربي البلاد على الحدود مع الجزائر جهودها الرامية لإخماد حريق غابات مستعر منذ يومين بحسب ما أفادت الحماية المدنية الخميس وقال مدير الحماية المدنية عادل لعبيدي إن عمليات الإطفاء متواصلة بالتنسيق مع الجيش من خلال تخصيص طائرات للوصول للنيران في المناطق الصعبة بحسب فرانس بريس وأضاف أن النيران أتت على نحو 470 هكتار من الغابات في مولولا التابعة لمدينة طبرقة الساحلية وقررت السلطات التونسية غلق المعبر الحدودي بمولولا مؤقتا وتحويل المسافرين بين البلدين إلى معبر بيبوش بسبب كثافة الدخان في الطريق المؤدية للمعبر ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق في هذه المنطقة الجبلية الوعرة التي تنتشر فيها بكثرة غابات الصنوبر وتشهد تونس حاليا موجة حر تتجاوز المعدلات العادية ما بين 6 إلى 10 درجات حرارة وتتكرر الحرائق في تونس خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الغابات وفي حقول مزارع الحبوب حيث اندلع حريق في صيف 2022 بمنطقة بوقر نين المتاخمة للعاصمة أتى على 533 هكتارا من غابات الصنوبر الجبلي واستغرق اطفاؤه ثلاثة أيام نعرج معكم في نهاية هذا الفيديو على ظاهرة النينو والتي تقلق علماء المناخ وتحذر من نقطة لا عودة حذر علماء المناخ من أن التغيير المناخي يقترب من نقطة لا عودة في ظل تسجيل درجات الحرارة في الأرض والبحر أرقاما قياسية موضحين أن هدف الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1.5 درجة ماءوية بات يصعب تحقيقه بعد أن أخفقت الدول في الوفاء بالتزاماتها في تخفيض الانبعاثات وبين العلماء أن درجات حرارة الأرض المرتفعة توافقت مع تلك الموجودة في البحر بسبب ظاهرة النينو وعوامل أخرى حيث بلغ المتوسط العالمي لدرجات حرارة سطح البحر في أواخر مارس آذار 21 درجة ماءوية وظلت عند مستويات قياسية لهذا الوقت من العام الماضي في شهرين نيسان وأبريل ومايو وظلت عند مستويات قياسية لهذا الوقت من العام طوال شهرين نيسان وأبريل وأيار مايو وتشير ظاهرة النينو إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع في وسط وشرق المحيط الهادئ والاستوائي إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار وحطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية في ارتفاعها لشهر حزيران يونيو وضربت موجات الحر الشديدة بكين والولايات المتحدة الأمريكية وفق هيئة الإذاع البريطانية بي بي سي وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الاسترالية من أن درجات حرارة البحر في المحيطين الهادئ والهندي قد ترتفع بحلول أكتوبر تشرين الأول عن المعتاد بأكثر من ثلاث درجات ماءوية وأكد علماء المناخ أن المحيطات تتعرض لضرب رباعية الأضلاع فالاحتباس الحراري هو العامل الرئيسي لكن النينو وتراجع الغبار الصحراوي فوق المحيط واستخدام وقود الشحن ذي الكبريت المنخفض شكلت عوامل إضافية لتدهور الحالة الصحية لكوكب الأرض وأوضح العلماء أن ارتفاع درجات الحرارة من البخار قد يعني أيضا انخفاض الرياح والأمطار ما يخلق حلقة مفرغة تؤدي إلى مزيد من الحرارة لأن الظواهر المناخية المتناقضة بشكل عام وتواتر الطقس المتطرف أخذة في الإزدياد والجفاف من جهة أخرى والأعصير المميتة في إفريقيا وتقاعص الدول عن تخفيض الانبعاث من جهة أخرى إذن متابعين الأعزاء تابعنا معكم ما يتعلق بهذا الموضوع الهام الأرض تغلي وتمور وتموز الجاري الأكثر سخونة في التاريخ في الختام لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة